انابى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لحضور حفل التخرج السابع لمائة وخمسين طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية بمدرسة اي ام اي الدولية الحفل وقيم مساليون في فندق الخليج تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وذلك بحضور سيد أما بيلا جيلسو مبعوث فخامة رئيس الفلبيني لدول مجلس التعامل لدول الخليج العربية وبهذه المناسبة نقل سمو الشيخ سلمان من خليفة الخليفة تهاني وتبركاتي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى طلبة وطالبات من الخرجين وتمنيات سموه لهم بمستقبل المشرق ودوام التوفيق والنجاح في مسيرياتهم العلمية القادمة وكذا سموه اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتطوير المنظومة التعليمية التي شهدت نقلة نوعية وكمية ضخمة على امتداد السنوات الماضية ورفضها بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية وذلك ضمن استراتيجية شاملة للاستثبار في العنصر البشرية وتأهيله ليكون قادرا على تلبية متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في كافة المجالات وقال إلى الاهتمام بقطاع التعليم تأتي انطلاقا من الإيمان بهمية دور التعليم في بناء وتأسيس أجيال من الشباب والشبات مما لديهم الثقافة والوعي الذي يؤهلهم لأن يسهموا بشكل إيجابي في مسيرة بناء الوطن عبر القيام بدورهم ومسؤوليتهم حين المجتمع ورفعة شأن وشأن سموه بما أبدوه الخريجون من اجتهاد في الدراسة والتحصيل العلمية المتميز دعيا سموه إياهم إلى موصلة التحصيل العلمية حتى يكونوا أكثر قدرة على بناء أنفسهم وتنميتها معرفيا وعلميا واتنا سموه على الدور الرائد الذي تقوم به مدرسة أمي الدولية في مسيرة التعليم بمملكة البحرين باعتبارها إحدى النماذج المتميزة للمؤسسات التعليمية الخاصة التي توفر كل الوسائل التعليمية الحديثة والمناهج المتطورة وعلى أرفع المستويات من جانبه عرب سيد أمابيل أجيلوس عن خلص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر على ما يوليه سموه من دعم واهتمام بقطاع التعليم في مملكة البحرين منويها برعاية سموه الكريمة سنويا لحفل تخارج مدرسة أمي الدولية وهو ما يعكس مدى تقدير سموه لقيمة العلم والتعليم مجيدا بما تشهده مملكة البحرين من نغضة شاملة في كافة المجالات ولا سيما في القطاع التعليمية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر